صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب في القراءة العقلية. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر اللي فاته. طقطك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيم او التأهب للرحيم. اه بعد كده. اه. انت خارج من علاقة. بالضبط. خارج من علاقة. وممكن تكون في حد بقدم لك عرض وانت بتقول له لأ. ولو سمحت انا مش عايز عرضك ده لانما يعني الابس. انا انا مش اي حد. ممكن تكون العرض ده مثلا عرض ما يلقش بيك او ممكن تكون لك التعلاقة قديمة وحد بيحاول يرجع يعني اللاقة مرة تانية وانت رافض تماما الصلح وبتقول لأ شكرا كده اكتفيت. طيب. مشاعر الشريك ايه? ومشاعرك ايه? واو. دي الحرب صح? انا هنبدأ حرب. برج العقرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي? انت شايفه ازاي? شايف العلاقة دي ممكن تروح على الحين والمسيح. طيب ما بدأين كده يا برج العقرب انت آآ نبدأ بالمشاعرك لما شاعروا عموما اللي اتنين هيموتوا بعض. يعني وصيدناهم متينة شوية هيموتوا بعض. زي من يعمل حاجز كده. في حرب هتقوله. الكوين افولوس آآ شخصية آآ مغرورة. وااحيانا بتبقى مشاة احيانا. غالبا بتبقى شخصية برده. وبتعامل الناس باستعلقة. ودايما دايما دايما تحب تمشي كنتها على قدامها. من الاخر كده المسيطرة. وممكن تكون تحب تمشي اللي معها على مزاجي. يعني كلمتي انا اللي هتنفذ. بكل بساطة. وآآ ما عنداش حاجة اسمها آآ مثلا حاجة تمشي مش على مزاجية. مثلا علاقة مثلا تخرج ما هي اللي تخرج. مش الطرف اللي قدامها اللي يمشي. بكل بساطة. آآ ممكن تكون آآ بيظهر كده ولكن بداخله شيء آخر. ولكن فيه الظهر ان مشاعره حاليا. آآ هو زين يكون. انا مش عايز اقولها من دلوقتي. ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرض مصالحة. آآ. وآآ. واصق من نفسه قوي انك هترجع له. عشان كده. الاتنين وفيندرس. اصدر واحد بيقدم عرض مصالحة بالشكل ده. لبقى ده شخص ضامن الشخص اللي قدام. ضامن ان هو مسلا هيرجع. هو بس بيعمل الحركات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده? لان انت الامبرس. آآ سوري. ايه? الامبرس. وبرضو هنا. ده انت ايه ده? ده انت فوق. واحنا تحت يا اخي. انت مصدر لوش ان ده قرار للاخير وهمشي يعني همشي. الشخص ده مسيطر عليك. بيقول لك بتقول له انا تعبت ويقول لك مش حاجز ما تعبت. لما انا قرر اختمشي انا همشيت. فانت بتقول له لأ. انا خلاص. مودت كل حالية بداخلي اتجاهك. خلاص انا انا ماشي بجد. انا مش بغزر. انا مش بلعب معاك عشان اقول لك كده انا مش بغزر انا همشي. ويوم همشي مش هرجع تاقي. من الاخر. على فكرة ممكن تكون كمان دي طاقتو. خلي بالك. ممكن تكون دي طاقتو. ما بقول لك هو وثق من نفسه ابي. وطبعنا دي طاقتو. هو وثق من نفسه ابي. زي ما يكون بيتفرج عليك. وانت بماشي. يا مسلا مسلا. انت بتقول له انا عنشي. وهروح اتجوز. وهشوف حياتي. فهو قاعد كده يقول لك. وريني بقى تعمل ايه. اه يا خوية كل مرة تقول لك اللي بتندل. وبترجع عادي وفيش هاته. هو بيقول كده. ممكن تكون انت تعملت معك بسهولة في الاول. هو شايفك بقى شايفك عشان اقول لك شو بقولك شايفك ان انت ايه كلام. شايف ان انت شخص بتقول كلام اه ما انتش قده. وانك اه مش بتهزي بالكلام ولكن بتقول كلام عبيض. اه يعني عايز اجابه لك ازاي. لما بتزعل من حد. بتطلع اللي جواكم وخلاص. يعني مسلا لما تقول له انا ماشي يبقى ده انت بتهدده. مسلا. او اه انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه? عشان يلقتل في انتباهه وعشان يرجع لكم عن الكلام. هو شايفك كده. شايفك ان انت طفل. طفل في كلامك. اه بتهدد على طول بانك ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي. اللي هو مانا تعودت عليك. اللي هو مسلا في اخر كل مكالمة. طب والله العظيم انا مكلمك تاني. تمام? الصبح بيصدت تصحي الصبح هتقول ليه ازاي كعمل ايه? اه يا فطرت ولا لسه? عشان كده هو هو وصل جدا. وصل جدا من مشاعر. خلاص? اه انا ده منطق. انت عايزي اكتر من كده. انا ده من ان انا هروح اجي هلاقيك. بمعنى اضطيك. انت شايفه? بانه اه اعايز اجده لك ازاي برضو. اتاكد برضو من حاجة. ممكن تكون انت شايفه ان هو ممكن تكون اه انت شايف ان هو ايه ايه بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه او. وابدته فرص كتير جدا. وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هزي العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خليك متعلق معاه في علاقة. اه والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. والشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق. اللي انت عارف. تروح يمين ولا تروحش معك. طب انا مثلا. هتخطبني اخر السنة ولا مش هتخطبني. طب انت راح تشوف عروسة ليه ما انا معاك. كده. فخلاك مش مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيها استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوفه كده. بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى. تفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن. او ان هو اه ممكن يكون الشخص ده. اتكز معايا بقى. راحل لعلاقة تانية وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت اخدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. اي بقى اي بقى مش انت رحت العلاقة تانية. بالزبط كده. مش انت رحت مش انت رحت اتجاوزت ممكن يقول شخص ده اتجاوز او خطط. بالزبط كده. مش شخص ده اتجاوز او خطط. او ارتبط. اي حد تاني. قلت له ايه ده? يا نهرك ازرق. انت رحت ارتبطت واتجاوزت وانا موجودة. اما انا بحبب معك ايه? طب بصي عمت. في ستين داعي. يلا يا عم. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول كلام في الهوى. واو ايه هتش. واه هتقولها هرجع بس مش هتري تسيب انت بتحبني. الزبط. انت متعلق فيه. لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. هيرجع تاني. يقدم لك. مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايز اقول عبيد. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عامل ايه? يا ستة مفيش حاجة او بتاع. انا بحبك انت. انت اللي في القلب. الشخص ده وانا هتاكد بالوقت. الشخص ده ممكن يكون بيتحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو هتجوز وهخطب. ويجي يقول لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في القلب. اه. بس. الشخص ده زي ما قلت لك. الشخص ده هو عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره بتبقى حالتك كده. تعبان. وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تاني. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. وعارف انه لما يجي يقدم معرضه هتقباله. ودايما دايما دايما دايما. بيجري. بيجري منك. بيخرج من اللقاء ويجي تاني. يخرج من اللقاء ويجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميبداكش منه حكم. هو شخص ما بيبينش مشاعره اصلا. بارد. شخص بارد. الشخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. يتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقولك ازايك? والله ما ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عيني زاغف كده على حد. وروح تشوفه. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. الشخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق. وبيرجع على هذا الاساس. وبيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. ممم. صح كده. بالزبط. بالزبط. بص يا برج العرض. انت لما يجيلك بالعرض ده انت هتشعر هتشعر بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده فيه خداعة بالضبط زي اللي قلت قولك كده هتشعر بان كاس الحب ده وهمي انت كذاب انت شخصك كذاب تتفحك علي انت بتروح تعمل العلاقات تانية وجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل او لما تزهق من مراتك ترجع تكلمني مسلا مش هسكو تقول انت قتل عليه عليه فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كداد هتعمل ايه بقى? هتلف في وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده ينتهي لوحده يخلص بقى خالص بس ده اللي انت هتعمل فاكن انت مش هتتصل مش هتبصل للمعرض ده خالص نهائل انت عارف ان فيه خداع في الليلة دي كلها شخص ده بيجي وقت ما يحب ايه مش وقت ما يحب بيجي للغرض ايه هو الله هو اعلم الله هو اعلم ممكن تكون يعني شخص متزود ممكن يكون شخص متزود يعني احنا عندنا هنا اه لو انت راجل فهي متزوجة اوكي ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك بتقولك انا بحبك وحشتيني وانت بقى بتروح كمان وبتاع فانت خلاص ذهبت ايه يا عم ده عملت كل شوية تجيت تقدملي عرض عبيد توها بلد ده واحد بيجي يهزر على فكرة لعلمك ده واحد بيجي يهزر عرض مش تبيجي ده كباه فيها سمكة ايه واحد جاي يهزر جاي تهزر فهتقوله لا يا عم شكرا وتنتظر الى ان الموضوع يمشي بقى مع نفسه ينتقي مع نفسه وانت معاينت هتعاينت على فكرة هتعاينت هتبصه ازاي وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع العلاقة اه هو شايفها بينكو ازاي شايفها التور اوف ساردوس او ممكن تروح بيجي وعلى حينة اه العلاقة دي فيها وجع قلب وفيها اه اينها اه فيها وجع قلب فيه طرف وجع بتاعي وفيها طرف تالت على فكرة فيها طرف تالت لمحال وهو بيجي عندك يتشافه الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر ويهرب هو بيعتبرك ان انت الهروب الهروب الملجأ بتاعه بالزبط انا لما احب اهرب اروح مسلا عند فلان لما احب اهرب من جوزي ومشاكل العلاقة اروح اهرب عند مسلا فلان مسلا فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت ومحتار هو محتار على فكرة هو مش عارف فيها قط حاجة وهو عايز يخلص من حاجة في حاجة وعايز يخلص من حاجة بس هي فيها وجهة قلب الالاقة دي فيها وجهة فيها وجهة قلب كل الاطراف كل الاطراف انت شايفها قلقة خسرانة ملهاش امل بايزة من كل نواحي بايزة علاقة مافهم مفيش اصلا مفيش امل في الالاقة كلها شايفها ان فيها خداع خداع انت كنت بتقول لي بحبك انت كذب شغط خدعتني كان فيه طرف تالت فيه طرف تالت فيه طرف تالت فيه طرف تالت سواء اكتشفته او انت عارفة بقى ان فيه طرف تالت تعرفت ان ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هطلقها. مطلقها اوش. ولا حاجة ولا انتش. فيها خداع. نصحتك. ايه بيعيد الشخص ده عنك? ايه بيعيد الشخص ده عنك يا برج العقل? شخص ده هيجي لك. هيجي لك يقولك اه واحد تاني. عمل ايه? ايوة. علاقة ثلاثية. اخر قد. علاقة ثلاثية. الشخص ده مش هيسيب الطرف الثالت لو قالك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي ملينا ملينا طعنة في الظهر. ملينا خيانات. والاخر. بيقولك مش تقدم للامان. انت مقزم نفسك. انت انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطب تنفسك الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معالي ان ما كمش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لأ. ما بنتسلىش. وانت في بداية الطريقة هو خلاص? امشي بقى. سيد بقى امها خلاص. دافع. بعيد قول لهش. امشي. اللاقة دي ازيتك دي ازيتك نفسيا. ان لو استمردت فيها هتبقى كده. هتبقى العلاقة خسرانة. العلاقة خسرانة. بالطول بالعضة خسرانة. الشخص ده بيجذب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه وبافعاله. بيدخل بقى بالدوره. حنجل والمنجل والحاجات دي. لكن هو في قرارة نفسه مش نوري على حاجة. مش نوري على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية تعطي اللاقة دي ايه? شهر تمانية. ورقة ما يجيه لكمين منك. نهاية جوز? نو. اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جايلك عرض جواز. مباشرة وحد بيحبك ابو. بالاخر. ممكن يكون انت الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخة. بيخ. شخص. يعني. مش عايز اقول لك. بيستمتع. بان انت في حياته كده من غير حاجة. شخص مش عايز. مش هيقدر اصلا نجيه لك. ومش هيقدر ربط نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ما كنت كون انت مش عايز. دي لك عرض جديد. عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيضحك عليك. قدم لك عرض ارسل. امشي. سيب الكبايات. سيب لكبايات كلها. قاعد كان كان كنا مسلا معا في علاقة وكنا بنحبها ومش مش مشكلة. العلاقة دي بايخة. انت انت جاي لك الاربع عصيان كلهم. باق بواخة. ديه بواخة. شخص ده بيضحك معاه. معلقك معاه. يروح. يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده المتأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنبشي الليل. معلقك. مهضنك. ضمك. ليه يا برج العقل? طب وعلي يا حبيبي. دوميني دوميني ايه ده تتضمن في عينك. تتضمن في عينك. دوميني في ايه? لا يا عم انا مشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت واخدها جدا. كمل بقى. كمل عشانك. عشان في حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عم. مبلوك. يا رابب يا برج العرب تكون القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه كراءة للمفاصلين لبرج العرب في فيديو الوحد وفيها كل الاراق. عشان المفاصلين يأخذوا حقا. شكرا جدا للبرج العرب.